مصر خير بطاقة تمويلية من عرق جبين النواب مردودة لهم بطاقة انتخابية ولو بعد حين ففي الجلسة التشويبية العامة مرت البطاقة من دون احتدام النقاش وبتمويل تتدبر أمره الحكومة عبر تجميع فتات قروض البنك الدولي غير المستخدمة حتى اليوم والجلسة التي عقدت بمكيف معطل كانت أقرب إلى استخدام المكرر المعجل منعا للاختناق ودخول النواب في الغيبوبة الناجمة عن الاحتباس الحراري داخل القاعة وبإقرار البطاقة تدافع النواب إلى تسجيل مواقف لزوم الاستهلاك لكن القوات اللبنانية استبقت الجميع وزايدت على الكل برشقات مجهزة أفرغها النائب جورج عدوان في وجه المجلس والعهد وحكومة الدياب والرئيس المكلف والمنظومة الحاكمة التي فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس ورئيس حكومة مكلف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية وقد رد رئيس مجلس النواب على النائب عدوان قائلا إن البعض يتصرف وكأن لبنان ليس بلدا طائفيا ومرر بر إشارة في أنه سيكون لدينا الحكومة بأي ثمن ملزما في الوقت نفسه رئيس حكومة تصريف العمال بتلاوة تعهد لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وفق صلاحياتها وأحيى بر عظام المجلس الدستوري التي أصبحت رميما بوفاة أحد أعضائه فانتخب النواب العضو البديل وهو ميشيل طرزي الذي تفوق على أصوات مرشح التيار البار سرحان وبهذه الخطوة طر زابري مجلسا دستوريا يعود إلى قواعده سالما في وجه مجالس أمات العهد بعضها وأخفى بعضها الآخر كالتشكيلات القضائية وعلى منصات الجلسة الحارة زرزبت التصريحات والاكتشافات وبينها ما أعلنه النائب جبران بسيل من أن مجلس النواب هناك أجهزة أمنية ونوابا وسياسيين منخرطون في شبكات وعمليات التهريب عبر الحدود لكن بسيل الذي قدم للمواطنين خدمة تقديم الأخبار لم يكلف نفسه ويسمي أو يعطي رسما تشبيهيا للمتهمين وفي الوقت نفسه فإنه كرر ومن دون تكييف دعوة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى حسم أمره بالتأليف وإذا ما استمر بالمماطلة فعلى المجلس النيابي أن يحسم أمره باسترداد قراره أو بإجراء تعديل دستوري أو بحل نفسه في حال وصلنا إلى ما اسمه الإعاقة الوطنية الكاملة غير أن رئيس التيار لم يدرج نفسه على رأس المتسببين بهذه الإعاقة لبل إن جزءا من اللبنانيين يرون أن جبران بسيل أصبح اختصارا لعبارة الإعاقة والتعطيل وهو نجح في سحب حزب الله وأمينه العام إلى دائرة الشراكة في التعطيل حتى إذا ما فشلت عملية التأليف غدا يكون الحزب واحدا من المعرقلين وقدرة بسيل الخارقة تمكنت من زج الحزب في آتون طائفي لأن تسمية الوزيرين المسيحيين إذا ما تمت على أيدي العهد سيصبح الحزب ضالعا في سحب صلاحيات هي دستوريا من اختصاص رئيس الحكومة المكلف وعلى كل هذا الاختناق السياسي فأن ترابلوس رفعت جهاز تنفسها ومن ضمن مناطق مختنقة اقتصاديا واجتماعيا كان الشمال يعطي إشارات خطرة عن أمن اجتماعي قد يفلت من أيدي الجميع هي صرخات ناس مقهورة علت اليوم وتداخلت مع دوريات ميدانية للجيش فلالمؤسسة العسكرية في موقع يؤهلها الصدام مع الشعب وللمواطن الترابلسي قادر على الاستمرار إلى آخر نفس